المباراة محمد صلاح سجل بأسست هو اللي بدأ الهجمة ثم استقبل أسست من محمد حمدي ومرموش سجل هدفا بعد كرة خبطت فيه دفاعات المنتخب الملاوي في شوت أول كنا فيه جيدين فريق بيضغط بكل الخطوط بيهاجم بالباكين وبيهاجم بالوينجين بيهاجم كمان بواحد من سلاتي خط الوسط إلى جانب المهاجم الأساسي وبالتالي كان شكلنا حلو على مستوى الرغبة وعلى مستوى الفرص وخلقها الشوت الثاني تراجع الأداء التغييرات كتيرة تعملت كنا نتمنى أن يكون الأداء أكثر شراسة منتخب زي السينيجال بريح كسبانين خمسة لكن إحنا بنتكلم في أن مدام عندك فرصة دوس وحاول أنك تسجل أكتر ليه؟ عشان الجمهور اللي كان قليل قوي في المدرجات للأسف اعتدنا أن الحضور الجماهيري مؤخرا بيكون بس في اللحظات الحاسمة بس في المباريات اللي فيها إيه؟ يا هصعد يا مش هصعد يا هتآهل يا مش هتآهل يا أتوج يا لن أتوج فإحنا محتاجين نرجع الجمهور وجزء من أسباب عودة الجمهور دي هي أن يكون مستوى المنتخب ممتع الناس تحب أنها تروح تتفرج وتفتخر متخب الجزائر مرحش كس عالم لكن جمهورهم عندهم ثقة في مواجهة النيجر فمالوا الاستاد والجمهور هو اللي جاب للفريق رغم التأخر بهدف فوز بهدفين في آخر دقايق من المباراة فمحتاجين أن المستوى كمان يتطور علشان اللعيبة يعني الجمهور يبقى متحمس أنه يروح يحضر أجواء كرنفالية ويبقى عنده إيمان أن اللعيبة دي هتلعب مباراة حلوة فبنستمتع من أجل المشاهدة لكن كمان الجمهور مهم أنه يحضر مباراة زي دي لكن طبعا لا لوم على المشجع لأن المشجع بيحس بيشم بيتوقع وده اللي بيوديه يحضر أو بيقول طب ما ععد أتفرج على التلفزيون أحسن